وفي شان تقوي آخر رفض سفر إيران في بغداد إيرج مسجدي رفع إمدادات الغاز الإيراني المواجه للحراق لحدم وجود فائد في إنتاج الجمهورية الإيرانية السفر الإيراني ولدى استقباله من القائم بأعمال وزير الكهرباء الحراقي عادل كريم أكده أن لدى طهران طاقة محددة لتمريرها إلى الحراق على أساس تجاري وليس لديها فائد كبير وجدد الحراق طلبه من إيران توريد كميات الغاز المتحقد عليها بين الطرفين التي تراجعت بشكل ملخوظ خلال الفترة الأخيرة وتحطلت تالي إمدادات بصورة متكررة نتيجة عدم قدرة الحراق على دفع ديون قدرتها طهران بأكثر من خمسة ملايير دولار